لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا و محمد و على آله و أصحابه و التابعين اللهم علمنا ما ينفعنا و ونفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و إحسانا و توفيقا يا رب العالمين أما بعد مشاهدين الكرام بادي أذي بد و حيكم جميعا بتحية الإسلام في السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و سهلا و مرحبا بكم جميعا في برنامجكم الأسبوعي الدين القيم يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة و عن طريق الحساب الشخصي في تويتر إلى حين جاهزية اتصالاتكم و مكالماتكم أستأذنكم بحديث قصير عن موضوع يعد من أهم الموضوعات التي ينبغي لنا أن نطرقها في هذه الأيام ألا وهو الحديث عن استقبال شهر رمضان هذا الشهر الكريم الذي لا يفصل بيننا و بينه أيام قليلة ثم يدخل علينا هذا الشهر برحماته و خيراته و بركاته و نفحاته فهو أفضل الشهور و سيد الشهور هو خير شهر من الله عز وجل به و تفضل على عباده شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه و سلم يبشر أصحابه بدخوله و يذكرهم بفضائله و مآثره و محاسنه كي يتأهبوا و يتحفزوا لاكتساب خيراته و الضفر ببركاته و أجوره كان النبي صلى الله عليه و سلم كما في الحديث الصحيح إذا دخل رمضان يقول لأصحابه جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان و فيه تغلق أبواب النيران و فيه تصفد الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم و لا يحرم خيرها إلا محروم فكان النبي صلى الله عليه و سلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الضيف الكريم و يذكرهم بهذه الفضائل كي يستقبلوه أحسن استقبال و يستقلوه أحسن استغلال فذكر النبي صلى الله عليه و سلم بأنه شهر مبارك فرمضان شهر مبارك خيراته كثيرة و فضائله عديدة و أجوره مضاعفة و السيئات فيه مكفرة و الأحاديث في هذا كثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة و السلام من صام رمضان إيمانا و احتسابا و غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان إيمانا و احتسابا و غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا و غفر له ما تقدم من ذنبه و روي أيضا عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائل فهو شهر الرحمات و شهر الخيرات و شهر البركات و لذلك وصفه النبي صلى الله عليه و سلم بأنه شهر مبارك كثير الخير عميم النفع بركاته لا تنقضي و العطاء الجسام فيه لا تنقضي و لذلك وصفه النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الوصف كذلك بيّن أنه أن صيامه فرض واجب و حتم لازم افترضه الله عز و جل علينا قال افترض الله عليكم صيامه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ و ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أن هذا الشهر ذكر من خصائصه و فضائله أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان قيل أن أبواب الجنان على الحقيقة تفتح و قيل لكثرة ما يفتح الله عز و جل على عباده في الطاعات و صنوف الخيرات و وجوه البر و الإحسان ما لا يفتحه لهم في غيره من الشهور و فيه تغلق أبواب النيران قيل على الحقيقة أن أبواب جهنم تغلق في شهر رمضان و قيل أنه على المجاز و هذا معناه أن الشيطان لا يخلص للعبد كما يخلص إليه في غير رمضان فالمعاصي و الخطايا تقل في هذا الشهر و قال و فيه تصفد الشياطين فلا تخلصوا إلى ابن آدم بالإغراء و الإغواء و الوسوسة كما تفعل ذلك في غيره من الشهور ثم ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ليلة القدر قال فيه ليلة و هي ليلة القدر هي خير من ألف شهر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر و ما عدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة و الروح فيها بإذن ربهم من كل شهر و من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فهذه الليلة ليلة كريمة ليلة القدر من خصائص رمضان أن الله عز وجل جعل فيه هذه الليلة المباركة و لاحظوا هنا أخواني و أخواتي أن النبي صلى الله عليه و سلم يبشر أصحابه برمضان و يذكر لهم فضيلة ليلة القدر التي هي في العشر الأواخر و في آخر العشر الأواخر أرجى ما تكون كي يحتفزوا و كي يستعدوا للتهيئ لإقتنام هذه الليلة التي هي في آخر شهر رمضان قال فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم و لا يحرم خيرها إلا محروم و ذكر النبي صلى الله عليه و سلم في أحاديث كثيرة فضائل عديدة لشهر رمضان بيّن أنه في كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار في كل ليلة الله عز و جل يعتق من شاء من عباده من جهنم جعن الله و إياكم و والدين من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم و ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أن لكل مسلم في كل يوم و ليلة في شهر رمضان دعوة مستجابة و ذكر عليه الصلاة و السلام أن من الدعوات التي لا ترد دعوة الصائم عند فطره و إذا دخل رمضان ينادي مناد يا باقي الخير أقبل و ينادي مناد آخر يا باقي الشر أقصر و الحديث عن فضائل رمضان لا ينقضي لكن ذكرت هذا كي نستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم لأننا في هذه الأيام و ما قبلها شغلنا بما يجري في الداخل و المنطقة المحيطة بنا من أحداث جسام و خطوب عظام شغلتنا و صرفت أذهاننا و ألهت قلوبنا عن الاستعداد لهذا الشهر الكريم ليس حسنا بالمسلم أن يدخل عليه رمضان و لم يتهيأ له لم يتهيأ له بالصيام في شعبان لم يتهيأ له بتلاوة القرآن لم يتهيأ له بالتعود على قيام الليل لم يهيأ نفسه كيف يضع برنامجا و يخطط لنفسه و يضع جدولا كي يستغل هذا الشهر المبارك نعم أمامنا أيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام قبل دخول شهر رمضان حري بكل مسلم و مسلمة أن يضع برنامجا لنفسه الآن يضع خطة أنه في كل ثلاثة ليال يختم القرآن أو في كل عشرة أيام يختم القرآن لا بد أن نضع برنامجا لا يدخل علينا رمضان و نحن لم نتهيأ له و لم نستعد له فهذا من الخسارة و من ضياع الفرص التي امتنى الله عز وجل بها علينا و رحمنا بإدراكها لأننا لا ندري قد ندرك رمضان و قد لا نتركه كم من نفس تاقت لصوم رمضان و شهود خيراته و بركاته لكن حالت بينه و بين هذه الخيرات يد المنون أسأل الله عز وجل أن يبلقنا رمضان و أن يجعلنا ممن يصومه حق صيامه و يقومه حق قيامه و أسأل الله عز وجل أن نكون من الفرحين في رمضان عند فطرنا و عند لقاء ربنا تبارك و تعالى فللصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه و من القضايا التي يحسن بنا أن نذكر بها و أن نتحدث عنها باستفاضة هو الحديث عن أحكام الصيام و تحديدا عن أحكام المفطرات لأن كل مسلم يعرف ما هو الصيام الإمساك عن المفطرات و هذا يعني أننا لا بد أن نعرف ما هي المفطرات التي يجب علينا أن نمسك عنها هناك مفطرات ذكرها الله تبارك و تعالى في كتابه العظيم و ذكرها النبي صلى الله عليه و سلم في سنته المطهرة لكن هناك مستجدات لا سيما فيما يتعلق بباب التداوي هي مستجدات ما أثرها على الصائم إن تناول شيئا من هذه الأدوية هل يبطل صومه أو لا يبطل هل هي من المفطرات أم ليست من المفطرات بعجالة أبدأ أول ما أبدأ بالحديث عن المفطرات التي ذكرت في القرآن و السنة ثم بعد ذلك ما يبطل الصوم و ما لا يبطله من المفطرات المعاصرة في مجال التداوي أولا أقول الأكل مفطر والشرب مفطر والجماع مفطر و هذه الثلاثة ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم قال تعالى فالآن باشروهن و ابتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فذكر الله عز وجل ثلاثة أشياء مباحة لنا في ليل رمضان و هي الجماع و الأكل و الشرب ثم بيّن أن هذه الثلاثة حرام علينا في نهار رمضان قال ثم أتم الصيام يعني عن هذه الأشياء الثلاثة المذكورة إلى الليل يعني إلى قروب الشمس فهذه ثلاثة الرابع إنزال المني بشهوة سواء كان بضم أو تقبيل أو استمناء هذا يبطر الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عن الصائم قال يدعو طعامه و شرابه و شهوته فالشهوة أعم من الجماع يدخل فيها الجماع و يدخل فيها الإنزال بشهوة بأي وسيلة من الوسائل المذكورة هذا الأمر الرابع الأمر الخامس الاستقاء أن يتعمد الإنسان إخراج القي من المعدة بإدخال الأصبع مثلا أو بشم الشي يعرف أنه يثير معدته يعني يتعمد إخراج ما في بطنه من طعام من فعل ذلك عمدا بطل صومه أما الذي يحصل منه القي عن غير عمد فهذا لا يبطل صومه لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه يعني غلبه خرج عن غير إرادة و عن غير قصد فلا قضاء عليه يعني يكمل صومه ولا شيء عليه ومن استقاء يعني طلب القي الألف والسين والتا من أحرف الطلب يعني طلب القي طلب إخراج القي فليقضي يعني يبطل صومه ويجب عليه القضاء الأمر السادس أو الخامس نزول دم الحيض والنفاس إذا نزل الدم في أي ساعة في أي لحظة من النهار يعني لو قبل غروب الشمس بدقيقة فإن الصوم يبطل إذا نزل دم الحيض والنفاس ولو لحظة قبل غروب الشمس فإن الصوم يبطل لقوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا من المبطلات التي لا خلاف فيها كذلك كل ما أغنى عن الأكل والشرب كل ما كان في معنى الأكل والشرب كالمغذيات والإبر المغذية ونحو ذلك هذه الأمور التي ذكرتها الأكل والشرب والجماع والإنزال المني بشهوة منزول دم الحيض والنفاس والاستقاء وما أغنى عن الأكل عن الطعام والشراب من المغذيات ونحوها هذه لا تكون مبطلة للصوم إلا بثلاثة شروط إذا وقع شيء من ذلك يعني من الأمور الثلاثة عدا نزول الدم عمدا فالذي يفعل هذه الأشياء خطأا عن غير عمد وعن غير قصد فلا شيء عليه فمثلا من أكل وهو ناسي يعني غير قاصد فهذا لا يبطل صومه فإذا يشترط يشترط كي تكون هذه المفطرات مفطلات للصوم أن يكون من أتى بها عامدا ذاكرا مختارا فإن كان جاهلا أن يكون عالما ذاكرا مختارا فإن كان جاهلا فلا شيء عليه يعني مثلا لو أن الشخص لو أن الشخص أكل في الليل وهو يظن أنه أنه في ليل لكن تبين له بعد ذلك أنه في نهر يعني أكل ثم لما نظر إلى في الخارج وجد النهر فهذا لا فهذا لا يجب عليه أن يقضي هذا صومه صحيح ولا قضاء عليه لماذا؟ لأنه جاهل والله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فالذي يفعل هذه المفطرات عن جهل فلا شيء عليه يعني لا يبطل صومه كذلك من فعل شيء من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه يعني من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل وهو صائم أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فالذي يأكل أو يشرب ناسيا فلا شيء عليه لماذا؟ لأنه غير ذاكر والله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الأمر الثالث إذا فعل هذه المفطرات مكرها غير مختار فهذا لا شيء عليه إذن هذه المفطرات الستة أو السبعة أو السبعة فهذه لا تكون مفطرة إلا إذا اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة نأتي بعد ذلك إلى المفطرات الحديثة في مجال التداوي هناك أشياء يأخذها المريض عن طريق الفم وهناك أشياء يأخذها المريض عن طريق الأنف ومنها ما يأخذها عن طريق الأذن ومنها ما يأخذها عن طريق العين ومنها ما يأخذه من سائر البدن فهل هذه مفطرة أم غير مفطرة نقول أولا ما يأخذه عن طريق الفم المسألة الأولى استعمال بخاخ الربو وأنا أذكر المسائل التي يكثر السؤال عنها كثير من الناس يأخذ بخاخ الربو إذا صار في التنفس أو وجدت عنده حساسية وبعضهم لا يأخذ البخاخ بل يأخذ الكمام لتوسعة الشعب الهوائية القصب الهوائية ثم يذهب هذا المحلول أو هذا الرذاذ إلى الشعب الهوائية فيوسعها هل استعمال هذا في نهار رمضان للصائم هل هو من الأمور التي تبطل الصوم أو لا نقول لا تبطل الصوم هذه لا تبطل الصوم لماذا؟ لأن الداخل يسير إن كان بخاخ فالبخاخ فيه عشر ملي من المكونات الثلاثة المحلول المستحضرات الطبية والماء والأكسجين والبخة الواحدة لا تمثل شيئا البخة الواحدة تمثل جزءا من خمسة وسبعين جزء مما تحمله الملعقة الصغيرة وهذا الذي يدخل يدخل عن طريق الفم ثم عن طريق البلعوم ثم بعد ذلك إلى الشعب الهوائية وربما يعلق شيء عن طريق المريء ثم بعد ذلك إلى المعيدة لكن هذا الذي يظن أنه داخل لا يكاد يذكر ثم مع قلته هذه النسبي التي لا تكاد تذكر مشكوكم في وصوله للمعيدة هل يصل أو لا يصل فهذا لا يبطل الصوم أولا كما ذكرنا لأنه قليل جدا فيأخذ حكم الماء المتبقي في الفم بعد المضمضة الصائم يجوز له أن يتمضمض ومعلوم أنه بعد المضمضة لا يجب عليه أن ينشف فمه يبقى يعني تبقى الرطوبة بعد المضمضة هل يجب على الإنسان أن يخرج هذه الرطوبة ومعلوم أن هذه الرطوبة ستتحلب مع اللعاب وتنزل إلى الجوف هذا معفو عنه فإذا كان معفو عنه كذلك استعمال هذه البخاخات معفو عنها ثم إن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب ثم إن الأصل صحة الصوم ولا يجوز أن نبطل صوم مسلم ومسلمة إلا بيقين إلا بوجود دليل لكن بغير دليل لا يجوز ولا دليل على أن هذا يبطل الصوم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح ورخص للصائم أن يستاك يعني يستعمل السواك وأثبتت الدراسات الحديثة أن السواك فيه ثمان مواد كيميائية وهذه المواد الكيميائية تتحلب مع اللعاب ثم تدخل إلى الجوف فهل نقول أن هذا يبطل الصوم لا فكذلك استعمال الكمام والبخاخ وبهذا أفتى كثير من العلماء المعاصرين منهم شيخنا ابن عثمين رحمه الله تعالى رخص في استعمال البخاخ ورخص أيضا في استعمال الكمام فالكمام والبخاخ بالنسبة لمرضى الربو وحساسية الصدر يجوز لهم أن يستعملوا هذا الدواء لعلاج الأزمة الصدرية أو أزمة ضيق التنفس كذلك من الأشياء التي يأخذها الصائم عن طريق الفم الحب أو الأقراص التي توضع تحت اللسان عند الذبح الصدرية ووجود الأزمة القلبية حبة توضع تحت اللسان وهذه الحبة تمتصها شعيرات الدموية ثم تذهب إلى القلب لتعالج هذه الأزمة الطارئة هل يبطل الصوم بهذه الأقراص التي توضع تحت اللسان؟ لا يبطل الصوم و هذا اتفقت عليه كلمة المعاصرين لا يوجد خلاف في أن هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان إلا أنها لا تبطل الصوم لماذا؟ لأنها ليست أكلا لم تدخل إلى جوفه وإنما تمتص عن طريق الشعيرات الدموية ثم تنتقل عن طريق الدم إلى القلب فهذه لا تبطل الصوم كذلك استعمال دواء الغرغرة البعض ربما يكون عنده احتقان فيستعمل دواء الغرغرة وهو أن يحرك هذا الدواء في أقصى الحلق ليعالج هذا الاحتقان فنقول أن هذا أيضا لا يبطل به الصوم و يجب على الصائم أن يحترز منه يعني يحترز أن لا يدخل منه شيء و يحرص على ذلك سواء كان دواء أو محلولا مائيا أو غير ذلك يحرص على أن لا يدخل فلو دخل شيء و مع حرصه على عدم إدخال شيء فإن صومه لا يبطل و هذا ما نص عليه فقهاء الحنابلة أنه من تمضمض وبالق في المضمضة ثم دخل الشيء إلى جوفه عن غير قصد فإن صومه لا يبطل هناك أيضا الأدوية و الأمور يتناولها الصائم عن طريق الفم أو يدخلها عن طريق الفم في حال الصيام سنتحدث عنها إن شاء الله بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل و نواصل فابقوا معنا مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام معنا الأخ خليل السلام عليكم الخليل من سعودية معنا الأخ مريم السلام عليكم و عليكم السلام حياء الله مرحبا يا شيخ أحبا تسأل لأدرة البنج مع نصفنا تفضل تسمعين الجواب إن شاء الله الأخ نجيب السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله عندي سؤال يا شيخ تفضل هل الاحتلام يصغل الصوم في سؤال آخر لا شكرا أرجع للمسائل التي ذكرتها قبل الفاصل ثم أرجع إن شاء الله إلى أسئلة الإخوة والأخوات من الأشياء التي يستعملها الصائم أو يحتاج إليها في مجال التداوية عن طريق الفم العلاج الأسنان و علاج الأسنان هناك أشياء يحتاجها كثيرة يعني قلع الضرس أو حفر الضرس أو وضع الحشوة أو إزالة الحشوة أو سحب العصب وهناك عمليات أيضا تكون مصاحبة كالبنج الإبرة البنج الموضعي للأسنان هل العلاج للصائم علاج أسنان فيه إشكال ويؤثر على صومها أو لا نقول لا يؤثر على صومه لا يؤثر على صومه البتة حتى رش الماء على السن عند وضع آلة الحفر كي تبردها هذا لا يؤثر على الصوم لأن هناك أيضا آلة لشفط هذا الماء وما يسقط وما يتناثر من الأسنان عند حفرها فهذا لا يبطل الصوم لماذا؟ لأنه لا يدخل شيء إلى الجوف وما دخل إلى الجوف فهو عن غير قصد وكما ذكرت قبل قليل أن الأشياء التي تدخل إلى الجوف عن غير قصد فإنها لا تبطل الصوم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت واستعمال إبرة البنج الموضعي أيضا هذه لا تبطل الصوم إذن للصائم أن يعالج أسنانه في نهار رمضان وهو صائم ولا يؤثر ذلك على صوم معنا اتصالات أخ شكري من المغرب السلام عليكم السلام عليكم أخ شكري أبو أحمد من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ حياك الله يا أبو أحمد في الحلقات السابقة يا شيخ تكلمت عن الغسل وعن الوبو وتقديم بعضهم عن الآخر نعم ما دي لو توضح أكثر شنو السؤال بالتحديد يعني قدمت عن الغسل إنه إذا كان غسل الجمعة بنية الجنابة أو إنه يقدم الوبو قبل الغسل أنت تسمع يعني الوضع الآن لما يكون الواحد تحت الدش هل إنه بالنية يعني أنه أتم وضوعه قبل أن نغسل كده تسمع الجواب إن شاء الله هم ذكرت التلتيب تسمع الجواب أبشر أم علاء من العراق السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حياكم الله تفضلي الله يخليك شيف ممكن أسونا في حلقة برنامج الأحلام يعني الأحلام لا لا ما عندي أحلام ما أفسر الرحلة لا أعدكم بالنسبة للصوم يعني من أصوم الشيخنا يعني قلبي أديني وجسمي يرجل يعني ما أقدر ما أصيقر يعني أتمرض أربط يعني يعني جسمي كله يرجل يعني عندك مرض أصلا يعني أو لا أنا ما عندي عندي يعني فقر دم يعني أرامي يعني قوي يعني ماشي بس يعني هل عرضت الحالة على الطبيب واستشرتي لا ما عرضت الثاني يعني عندي تسمعين الجواب وبالنسبة للأطر الشيخنا الوضع يعني من واحد يتوفى هو صايم يمضمض بحلقة يعني يعني عادي مي يتمضم نعم تسمعين الجواب إن شاء الله أرجع إن شاء الله للأسئلة بعد أن أنهي الحديث عن وأن كان الحديث طويلا يعني عن المفطرات المعاصرة ذكرنا يعني الأشياء تتعلق بالفم يعني وضع الملين للشفى أثناء الصيام هذا أيضا لا يؤثر على الصوم هناك أشياء يأخذها الصائم عن طريق الأنف كقطرة الأنف وبخاخ الأنف هل يبطل الصوم بذلك أو لا يبطل هذه المسألة وقع فيها خلاف وخلاف قوي جدا بين المعاصرين والأظهر فيها أن قطرة الأنف وبخاخ الأنف لا يبطل الصوم وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لماذا؟ لأن القطرة الواحدة شيء يسير أكثره يمتص عن طريق شاء الأنف و لا يدخل إلى الجوف إلى الحلق إلا شيء لا يكاد يذكر شيء يسير و هذا الشيء اليسير ليس أكلا و لا شربا و لا هو في معناهما وبالتالي نقول أن استعمال قطرة الأنف وبخاخ الأنف في وقت الصيام لا يبطل الصوم كذلك من عندها أزمة و وضع له الأكسوجين عن طريق الأنف هذا الأكسوجين كالهواء لا يبطل الصوم بالاتفاق من الأشياء التي تكون عن طريق الأنف النوع من أنواع البنج أو المخدر للعلاج للتداوي يشم ثم بعد ذلك نوع من الغازات تشم ثم يبنج هذا الصائم هل يبطل الصوم بالبنج أو لا نقول أن البنج لا يبطل الصوم إلا إذا أغمي على الإنسان النهارة كله يعني من وضع له بنج مدة طويلة يعني استوعبت كان يكون في أيام الشتاء استوعبت وقت النهار كله فالفقه نص على أن المغمى عليه ومثله من كان تحت البنج أن أغمي عليه جميع النهار فإنه لا يصح صومه ويجب عليه القضاء أما من أغمي عليه بعض النهار وأفاق الجزء منه فهذا يصح صومه سواء أغمي عليه بفعله كأخذ البنج أو بغير فعله كالمغمى عليه بمرض ونحوه فإذا نقول المغمى عليه أو من كان تحت تأثير البنج فهذا إن أغمي عليه أو بقي تحت تأثير البنج يوم جميع النهار يعني من قبل الفجر إلى بعد الغروب فهذا يجب عليه القضاء لماذا؟ لأنه لم ينوي الإمساك والنية شرط لصحة الصوم وهذا وإن كان لم يأكل شيء لكنه لم ينوي وليس كالنائم لأن النائم إذا نبه انتبه وإذا أوقظ الاستيقظ فنقول أما إذا أغمي عليه بعض النهار أو كان تأثير البنج جزءا من النهار ثم الأفاق في الجزء الآخر فهذا يصح صومه لأنه نوى الإمساك فيما أفاق فيه وبالتالي يصح منه الصوم هذا فيما يتعلق بما دخل عن طريق الأنف كذلك من الأشياء التي يسأل عنها كثير من الناس وإن كانت ليست من باب التداوي الاستعمال البخور في وقت الصيام نقول شم البخور وغير من الروائح لا يبطل الصوم فالتعطر والتبخر لا يبطل به الصوم وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء لماذا؟ لأنه لا يدخل شيء من هذا البخور إلى الجوف بعض العلماء قال من استنشقه من استنشق البخور حتى أدخله جوفا يستنشقه عن طريق الأنف كما يفعل بعض الناس فهذا اللي يأخذ حكم الدخان والدخان من أدخله إلى جوفه يبطل صومه لكن من شمه ولم يستنشقه فهذا لا يؤثر على صومه كذلك من المسائل التي اللي يكثر السؤال عنها وضع قطرة الأنف أو المرهم أو الدهون التي توضع عفوا في العين هل تبطل هل يبطل الصوم باستعمال قطرة العين أو المرهم التي توضع فيها أو لا نقول لا يبطل الصوم بذلك وإن وجدت قناة من العين إلى الجوف هناك قناة دمعية لكن الجوف العين لا يستوعب إلا قطرة واحدة وهذه القطرة الواحدة يعني تعتبر شيئا يسيرا وهذا الشيء اليسير أكثره يبقى في العلاج الموضعي ويخرج من سطح العين من جوف العين والبعض يدخل عن طريق القناة الدمعية فتمتصه القناة الدمعية قد يوجد يصل شيء إلى الحلق وأحيانا يجد طعمه لكنه لا يصل يجد الطعم بحاسة الذوق لكنه لا يصل إليه وإن وصل فهو شيء لا يكاد يذكر فإذا كانت المضمضة معفوة عنها فما وصل إلى الحلق من قطرة العين إن وصل شيء فهو بلا شك أقل من الماء المتبقي في الفم بعد المضمضة وبالتالي معظم المعاصرين معظم العلماء المعاصرين أن قطرة العين وكذا الدهون والمراهم التي توضع في العين لا تبطل الصوم كذلك قطرة الأذن لا تبطل الصوم لأنه لا منفذ أصلا للأذن من الأذن للجوف ولا للدماغ إلا إذا كانت طبلة الأذن مثقوبة فحينئذ ربما يصل شيء لكن على القاعدة التي ذكرناها أن هذا الداخل شيء يسير لا يؤثر على الصوم وهو ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما من الأشياء أيضا التي يستعملها أو يحتاج إليها الصائم وضع اللاصقات الطبية على اختلاف أنواعها لآلام الظهر لمنع الحمل للاصقة النكوتين لاصقة الجروح هذه اللواصق لا تؤثر على الصيام لأن فيها مواد وهذه المواد تمتص عن طريق الشعيرات الدموية وهذه المواد هي المواد الطبية لا غذاء فيها لا تغني ولا تغذي البدن ولا تقويه لا تغذيه ولا تقويه وبالتالي لا يبطل الصوم بوضع هذه اللواصق الطبية كذلك التبرع بالدم يعني هل يجوز للصائم أن يتبرع بدمه وهو صائم والبعض ربما يجري تحليلا تحليل دم وهو صائم تحليل مختبري هل يؤثر هذا على صومه إذا كان في التحليل أكثر العلماء أنه لا يبطل الصوم لأنه يسير أما التبرع بالدم فوقع فيه خلاف وخلافهم مبني على الخلاف في الحجامة هل الحجامة تبطل الصوم أو لا تبطله جمهور العلماء أن الحجامة لا غير مفطرة ولا تبطل الصوم وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة رخص في الحجامة للصائم وهذا من أواخر ما كان منه عليه الصلاة والسلام ولذلك قيل أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بهذه الأحاديث وعليه نقول إذا كانت الحجامة لا تفطر فإن التبرع بالدم لا يفطر فيجوز للصائم أن يجري تحليلا للدم في نهار رمضان وهو صائم ويجوز له أيضا أن يتبرع بدمه وهو صائم لكن الأفضل أن يؤجله كي لا يؤثر عليه وهو صائم لا سيمة في هذا الوقت الطويل الحديث عن المفطرات المعاصرة في مجال التداوي حديث ذو شجون متشعب مسائله كثيرة جدا لكن أرجع إلى الأسئلة وأيضا أستقبل أسئلتكم التي ربما تشير إلى ما فاتني من حديث عن المفطرات المعاصرة التي يحتاج إليها الناس الأخت مريم سألت عن بنج الأسنان أجبت عنه قبل قليل أن البنج الموضعي لعلاج الأسنان أنه لا يبطل الصوم يجوز للصائم أن يداوي أسنانه حال صيامه وأن يستعمل معه البنج ولا يؤثر ذلك على صومه الأخ نجيب سأل عن الاحتلام هل الاحتلام يبطل الصوم نقول لا لا يبطله لماذا؟ لأنه عن غير قصد وهذا محل اتفاق بين العلماء أن من احتلم وهو صائم فإن صومه صحيح لا يبطل الصوم بالاحتلام الأختم على سألت عن المرض يعني هل المريض يجوز له أن يجوز له أن يفطر أم يجب عليه الصيام نقول رخص الله عز وجل للمريض بالفطر والمريض هو من أصيب بمرض شديد لأن هناك بعض الأمراض خفيفة لا تؤثر على الصائم الصوم لا يؤثر فيها كمن به صداع مثلا أو عند ألم ضرس أو غير ذلك هذا مريض لكن مرضه ليس بشديد ولا مشقة عليه إن أكمل الصوم فمن كان مرضه يسيرا فلا يجوز له الفطر ويجب عليه الصيام أما من كان مرضه شديدا فإنه يجوز له أن يفطر وهذا المرض له ضوابط الضابط الأول يعني المرض الذي يبيحه للإنسان الفطر أنه إن صام اشتد عليه المرض أو زاد عليه المرض فهنا له أن يفطر إن كان الصوم يؤخر البر فإن له أن يفطر إن كان الصوم لا يزيد من مرضه ولا يؤخر من برئه لكن يشق عليه الصوم ومع هذا المرض نقول أيضا يجوز له أن يفطر إذا كان ليس بمريض لكنه يخشى من صومه أنه سيقع به المرض أيضا هذا يجوز له أن يفطر كمن به هبوط ويعلم يقينا أنه إن صام في هذا الوقت الطويل أنه سيصاب بذلك وهذا غلب الظن عنده يقين أو غلب الظن فإنه يجوز له أن يفطر في هذه الحالة إذا كان المرض أحيانا يكون الصوم مع المرض جائز وأحيانا يكون الصوم مع المرض محرم إذا كان الصوم المريض سيقع به ضرر سيلحقه ضرر إن صام مع مرضه فهذا الصوم عليه حرام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم لا ضرر ولا ضرار فالمريض وكرر هذا الكلام لأن البعض من حرصه يحتمل المرض ويكلف على نفسه فيصوم هو مريض فنقول إن كان مرضك شديدا والصوم يؤذيك ويلحق بك الضرر يزيد من مرضك ويؤخر من برئك فالصوم عليك حرام لا يجوز لك أن تصوم والأحكام المتعلقة بالمرض أحكام كثيرة اسألت أيضا عن المضمضة في الصيام نقول إذا توضعت نقول المضمضة واجبة يجب على المسلم إذا توضع أن يتمضمض سواء كان صائما أم غير صائم وهذه المضمضة معفو عن الماء المتبقي في الفم بعد الوضو أبو أحمد سأل عن الغسل وهو خارج موضوع الحلقة اليوم هل يغني عن الوضو أو لا نقول يغني عن الوضو إذا كان الغسل عن حدث أكبر كالمرأة إن اقتسلت بعد طهرها أو الرجل إذا كان محدثا حدثا أكبر من جنابه ونحوها فهذا إن اقتسل ونوى به ونوى رفع الحدث فإنه يغنيه عن الوضو لكن يستحب له أن يتوضى قبل أن يقتسل لكن لو اقتسل فقط يعني ادخل تحت الدش و عمم بدنه بالماء ونوى رفع الحدث فإنه يغنيه عن الوضو معنا فاصل قصير ثم بعد ذلك نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم مشاهدين الكرام فاصل ونواصل فابقوا معنا مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام معنا الأخت نوال السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله تفضلوا عندي سؤالين نعم سؤال الأول كنا نروح التراويح حول القيام وكان يقولوا لنا أن صوت المرعب في البيت أفضل لكن كنا نروح زيادة للخشوة سؤال الثاني إذا كان المسجد بعيد عن البيت وبنفس الهدف مثلا الصلاة في المسجد الكبير نعم لأن المساجد القريبة يكون فيها نعم صوت وأطفال نعم تسمعيني الجواب إن شاء الله شكرا أم يوسف السلام عليكم والسلام عليكم شيخ حياكم مرتفضري شيخ أنا عندي سؤالين نعم أتسألك عن الزكاة نعم أنا أعطيت شخص مبلغ من الفيزا سحر تعالت 400 دينار يعني حيث على فترة هل أزكي من أول ما عطيته ولا من الحين إذا عرفت أنه عليه زكاة ولا لا والسؤال الثاني بس الشخص يعني يعني قادر على الوفاة ولا معسر والله يا شيخ ما أدرعت عن ظروف أنه قادر ولا لا يعني عطيته نقص العلاقة بينه وبينه والسؤال الثاني شيخ هل يجوز أن أسبح المسباح المسباح هذا العادي المرياضي عادي أسبح فيه نعم تسمعين الجواب إن شاء الله شكري من المغرب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا أستاذ شيخ عندي عندي المدام حاملة نعم لكن ترجع كل يوم وقيا ونجد نسأله يشق عليها الصيام يشق عليها يشق عليها وعندي السؤال الثاني اللي يصيح نعم كانوا كانوا 24 ساعة يعني نايم ما يخدم يعني يبيز عليه الصوم أو ما يبيز عليه الصوم يعني ينام النهار نعم النهار وينام الحرر نعم في سؤال آخر في سؤال آخر يعني في واحد 24 ساعة يسب يعني يعني كان يعني ما في كلام تسمع الجواب إن شاء الله الأخت نوال سألت السؤالين الصلاة يعني في المسجد أم في البيت أفضل بالنسبة للمرأة نقول صلاتها في بيتها خير لها كما ورد في الحديث فالمرأة الأفضل أن تصلي الفريضة فضلا عن النافلة في بيتها هذا هو الأفضل لكن يجوز لها أن تصلي في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله فإذا أرادت أن تصلي في المسجد فلا تمنع ويجوز لها ذلك لكن الأفضلية أن تصلي في بيتها فرضا كانت الصلاة أو نفلا الصلاة في المسجد البديع البعيد نعم ما يجوز أن تصلي في المسجد وإن بعد وإذا كان أخشع إذا كان أخشع لقلبها لختم يوسف سألت سؤالين عندها أقرض شخصا أربعمائة دينار ومن سنوات فهل تزكي هذا المبلغ أو لا نقول هذا المبلغ إن كان المدين مقرا وقادرا على السداد يعني مليئا وباذلا يعني ماه مماطل فإنه يجب أن نخرج الزكاة عن أن تخرج من يوسف الزكاة عن هذا المبلغ كل سنة بهذه الشروط الثلاثة إذا كان المدين مقرا يعني ماه جاحد للدين ومليئا يعني ماه معسر عاجز عن السداد وباذلا يعني ماه مماطل فحينئذ يجب أن نخرج الزكاة عن هذا الدين التسبيح بالمسبحة التسبيح المسبحة جائز ولا حرج فيه شرعا الأخ شكري سأل ثلاثة أسئلة عن الصوم الحامل نقول الحامل إذا خافت على نفسها إذا كان الصوم يشق عليها أو خافت على جنينها فإنه يجوز لها أن تفطر وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى للحامل وكذلك المرضع إذا كانت تخشى على نفسها وعلى رضيعها وتقضي هذه الأيام بعد أن يسر الله عز وجل لها القضاء الذي ينام النهار نقول نوم النهار يفوت الإنسان وهذا للأسف يعني يكثر في وقت الصيام كثير أو بعض الناس يسهر وينام وربما لا يستيقظ إلا قبيل المغرب فهذا فوت على نفسه واجبات هي أشد وجوبا من الصوم نفسه يعني الصلاة في وقتها هذا وجوب الصلاة آكد من وجوب الصوم فالذي يفعل هذا اختلت عنده الموازين كيف يحفظ واجبا ويضيع واجبا أهم منه وآكد منه فهذا لا شك أنه خلل ولا يجوز للإنسان أن يضيع الصلوات بالنوم نقول احرص ضع المنبه صلي لا تضيع الصلاة ولا تخرجها عن وقتها وفضلا عن الاستغلال وقت الصيام بالطاعة و تلاوة القرآن و الذكر و عبادة الرحمن يعني يضيع على نفسه خيرا عظيمة لكن السؤال هل من نام النهار هل يصح صومه أو لا يصح نقول يصح صومه يصح صومه لأنه نوى الإمساك و نوى الصيام من الليل و لم يتناول شيئا في النهار و فرق بين النائم و المقمى عليه أن النائم لو نبه انتبه أما المقمى عليه فلو نبه لا ينتبه ولا خلافة بين العلماء في أن صوم الذي نام النهار كله أن صومه صحيح سأل السؤال الثالث عن الشخص الذي يسب و يشتم و هو صائم هل يؤثر هذا على صومه أو لا نقول نعم يؤثر على صومه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر حديثا قدسيا عن رب العالمين قال من لم يدع قول الزور أو حديث نبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه فالإمساك عن المفطرات كذلك يجب على الأصام أن يمسك عن المحرمات فكيف لأن الجميع محرم يعني الأكل و الشرب محرم و كذلك السب و الغيبة و النميمة و الكذب و نحو ذلك من الأشياء هذه محرمات أيضا فهي محرمات على الصائم لكن بعضها يبطل الصوم و بعضها لا يبطله لكن لا يعني كون يعني القذف مثلا القذف هذا كبيرا من الكبائر لا يعني أنها لا تبطل الصوم أنها أخف من المبطلات لا و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه لماذا؟ لأن الله عز وجل لما افترض علينا الصيام لم يفترضه علينا ليشق علينا أو ليتعبنا أو ليجيعنا أو ليزيد من ضمائنا من ضمائنا لا الله عز وجل افترض علينا الصوم لتحقيق التقوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالمقصود من الصوم هو تحقيق التقوى فكيف بشخص يصوم عن المفطرات لكنه لا يصوم عن الحرام هذا لم يحقق المقصود من الصيام وبالتالي لا ينتفع من صيامه لا ينتفع من صيامه لماذا؟ لأنه لم يحقق المقصود من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أنه لا يرد الإساءة بالإساءة ولا يرد الشتيمة بالشتيمة والسباب بالسباب ولكن قال فإذا قاتله أحد أو شتمه أو سبه فليقل إني صائم يعني حتى الإساءة لا يردها بالإساءة لماذا؟ ليحفظ على نفسه صومه مع أنه ينتصر لنفسه ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل و مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصائم إلى أن يكون عفى اللسان في الصيام و في غيره لكن في الصيام لا شك أنه آكد من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا هذا سائل يسأل عن يقول أم تنع أحيانا عن العمل خوفا من الرياء فهل يصح هذا أو لا؟ نقول لا يجوز ولا يصح أن تمسك عن العمل الصالح خوفا من الرياء لماذا؟ لأن هذا من عمل الشيطان فالشيطان يوسوس للإنسان ليظفر بأحد أمرين إما بأن يترك العمل أو أن يرائي بالعمل إذا فعله الشيطان لا يترك الإنسان فيوسوس لك و يغريك و يغويك كي تترك العمل النجح في هذا فهذا هو مطلوب هذا هو مطلوب الشيطان و مقصوده إن لم ينجح دخل عليك في العمل يعني لم لم تستجب لوسوسة الشيطان و قمت إلى الصلاة و يوسوس لك حتى يثقلك عن الصلاة يحملك على ألا تصلي لكن إذا صليت يدخل عليك أيضا ليجعلك ترائي في صلاتك فالشيطان هذا عمله فلا يجوز للإنسان أن يترك العمل خوفا من الرياء لأن هذا من عمل الشيطان و الله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان و هذه من خطواته نخرج فاصل قصير مشاهدنا الكرام فاصل و نواصل فابقوا معنا مرحبا بكم من جديد المشاهدين الكرام معنا الأخ عبد الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله حياك اللي بلنسبة عندنا الفحص الطبي فحص الطبي يسوون أول شيء يتحبون من الدم بعد عشر أيام يضربون إبرة بالكتف فلا تفطر أو لا الإبرة هاي مضادة للأمراض نعم في سؤال آخر السلام عليكم السلام عليكم و عليكم السلام يا شيخ حياك ما لا تفضلي يا شيخ حبيت هل يتوزل أخذ بالأحاديث اللي فيها أثار السائلية السؤال آخر نعم مشلوك يا شيخ يا ضد العافية تسمعنا الجواب إن شاء الله السؤال الأخ عبد الله عن الإبرة التي تضرب يعني الوقائية نقول هذه لا تبطل الصوم وعموما الإبر لا تبطل الصوم سواء كانت عن طريق العضل أو عن طريق الجلد أو حتى الوريدية إلا إذا كانت مغذية فالإبرة المغذية هي التي تبطل الصوم لماذا؟ لأنها في معنى الأكل والشرب فتغذي البدن وتقويه أما ما سوى ذلك من الإبر فلا تبطل الصوم حتى من الأشياء التي يكثر السؤال عنها إبرة الأنسلين اللي يأخذها المرضى السكر فهؤلاء هذه الإبرة أيضا لا تبطل الصوم البعض اللي يتحرج لا يأخذها إلا بعد الفتر نقول هذا خطأ خذها قبل الأذان بوقت وهذه الإبرة لا تبطل الصوم لا خلافة في هذا لا تبطل الصوم عند المحققين من أهل العلم وعلى هذا نقول أن الإبر جميع الإبر لا تبطل الصوم إلا إذا كانت وريدية ومغذية لا بد من أن تكون مغذية لأنها إن كانت مغذية أغنت عن الأكل والشرب وقوت البدن وغذته وبالتالي تكون مفسدة للصوم الأخت حنان سألت عن العمل بالأحاديث الإسرائيلية نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني نأخذها ولا نعمل بها وإنما يعني التروى من غير أن نرتب عليها عملا فهي من الأخبار الإسرائيلية لكن هنا مسألة ذكرها العلماء وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا إن كان هناك أحكام في هذه الروايات هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا نقول هي شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يخالفه الأخ براك السلام عليكم حياكم السلام السلام عليكم حياك الله يا مرحبا الشيخ بس حبيت تفسر عن شيء نعم أنا راضع بنت نعم ما أتذكر يعني مثل ما تقول يعني مو هالعلم هالدين وكذا فما أتذكر يعني يتذكر مثل أربع رضاعات وأقل أربع رضاعات وأكثر أربع رضاعات أكيد أنك ما تذكر يعني بس بس المرضي عشا تقول يعني ما أه يمكن ما أتذكر بالضبط واتزوج أكثر بنت يجوز لو ما يجوز أي تسمع للجواب إن شاء الله أحمد السلام عليكم السلام الله إذا صرحت أنا صوم لو دعت لوم غرب الصدق عادي يعني تسمع الجواب إن شاء الله تسمع الجواب أم محمد السلام عليكم عليكم السلام تفضلي شيخان عندي بيت بيتها على خالي نعم ودفع لما بلغ وظلوا خمسة ألاف كويتي يعني يعني يصير أخليهم زكاء مع الكم سنة يعني تحتسبين هم تصير زكاء يعني تعطينها للخال أي للخال أي تسمع تسمعين الجواب أم خالد السلام عليكم عليكم السلام أعطيك العافية حياكم الله تفضلي يا شيخ أنا أنا في فيني شوية ضغط يعني الضغط هذا على طول يعني يصعد وينزي مو ثابت يعني على طول يعني ضغطي مرتفع نعم أي ومعاي شوية دوخة وخفقان في القلب أتعب شوية لما أمشي أروح وأجي وما دعي شون يعني مع الصيام أنا ودي أصوم أصوم أنا بس أحيان تجين الدوخة هذه ويجين شوية الخفقان هذا نعم وأنا يعني أكل علاج بالسحور وما دعي يعني شلون تسمعين أي سؤال آخر معكم السلام عليكم حياكم الله فيه الأخ يوسف السلام عليكم ألو مرحبا حياك الله تفضل وقد الدليل على أن أبرتلونسلين يعني ما تفضل تسمع الجوا من شاء الله الأخي حسين السلام عليكم معاكم السلام تفضل معاكم السلام لو سمعت عندي والله بنت معاقة بنت معاقة هل يجوز عليها السلام ولا لا يجوز السلام عليها تسمع الجوا من شاء الله الأخ براك سأل سؤال عن الرضاعة هو يعني صار فيه شك في الرضاعة هل هي ثلاث رضاعات خمس رضاعات أربع رضاعات فيه شك نقول لا يحرم لا يكون الرضاع محرما إلا بشرطين أن تكون خمس رضاعات معلومات والشرط الثاني أن تكون الرضاعات في زمن الرضاعة وهي الحولين يعني في السنتين فإن كانت الرضاعات أربع يعني ما في يقين أنها وصلت خمس فلا يكون الرضاع محرما إذا شاك في الخامسة يعني أربع متأكدين منها لكن الخامسة مشكوك فيها فنقول لا عبرة نعمل باليقين ونعتبر أن الرضاعات أربع وليست خمسا وبالتالي لا تكون لا يكون هذا الرضاع محرما ولا تكون هذه المرضعة أما ولا أولادها إخوة ولا يترتب عليه أي أثر فعليه أقول الأخ براك إذا ما كنتم متأقنين أن الرضاعات خمس يعني المرضعة أو الوالدة أو من كان شاهدا إذا ما هو متأكدين أن صار فيه رضاع لكن ما عندهم يقين أن الرضاعات خمس فهذا الرضاع غير مؤثر أما إذا كانت الرضاعات خمس رضاعات فإن الأم المرضعة تكون أما لك والبنت التي رضعت معها أخت لك وأختها أخت لك أيضا يعني تكون كأنك ابن لهذه المرضعة جميع أولادها بناتها وأبنائها جميعهم إخوة لك وبالتالي لو كانت لو كانت الرضاعات خمس فأقول لك أنك قد تزوجت أختك من الرضاع وهذا باطل لم ينعقد العقد لكن ما دمت غير يعني ما فيه يقين بعدد الرضاعات أنها بلقت خمس فإن الرضاعة لا يحرم وهذا لا خلف فيه بين أهل العلم الأختم خالد سألت عن المرض عندها يعني ضغط غير منتظم وتأخذ علاجات نقول يعني في الأيام التي لا تكون هناك يعني أزمة واضطراب يعني شديد صومي فإذا يعني اشتد يعني في نهار رمضان يعني لم شق عليك فإن لك حينئذ أن تفطري يعني في الأيام التي يكون الضغط يعني منتظم يعني مستقر يعني لا توجد أزمة ولا يوجد اضطراب فحينئذ صومي فإذا حصل شيء يعني يشق احتماله أثناء الصيام فحينئذ لك أن تفطري الأختم محمد عندها خمسة آلاف بقي الدين عند خالها تسأل هل تحتسب لكونه فقيرا هل تحتسب هذا الدين أنه زكاة يعني كل سنة تحتسب تقول لنا زكاة السنة هذه ألف دينار أعطيها أنوي أن أعطيها لوالدي لخالي من الدين الذي في يده أو في ذمته نقول لا يجوز ولا يصح ذلك لماذا؟ لأن الزكاة إخراج لا بد أن يخرج الإنسان من ماله والدين الذي في ذمة الآخرين لا يقال لمن لها في هذه الحالة أنها أخرجت هي أبرأة الذمة وأسقطت شيئا من الدين وبالتالي لا يعد إخراجا فنقول أنه ليس لها أن تحتسب الدين الذي لها في ذمة خالها من الزكاة الأخي يوسف سأل عن إبرة الأنسلين لماذا لا تفطل؟ نقول لأنها ليست قذاء هي ليست إبرة مغذية وإنما وظيفتها تحسين مستوى ومعدل السكر في البدن وبالتالي ليست مغذية يعني لا غذاء فيها والذي يبطل الصوم هو ما كان فيه غذاء الأخ حسين سأل عند ابنه معاقة هل يجب عليها الصوم أو لا نقول يختلف الحكم بحسب الإعاقة فإن كانت الإعاقة يعني ليست عقلية أو ذهنية وهذه الإعاقة لا تحول بينها وبين قدرتها على الصوم فحينئذ يجب عليها الصوم لكن إن كانت ذهنية وعقلية أو كانت يعني تمنعها من الصيام كاحتياجها إلى إلى علاج مستمر فحينئذ لا يجب عليها الصوم والمسألة تحتاج إلى أن يفصل بيان الحالة الأخ السائل من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا سائل يسأل عن الصوم في السفر هل يجوز الصائم إن أراد أن يصوم في السفر أن يصوم أو لا نقول الصوم في السفر له مراتب وأحوال الحال الأولى ألا يشق على الصائم أن يصوم في سفره كأن تكون المسافة قصيرة ووسيلة النقل طائرة مثلا فلا يشق عليه يعني يستوي عندها الصوم والفطر فلا مشقة فحين إذن نقول يجوز له أن يفطر لأنها رخصة الفطر في السفر رخصة ولو لم توجد المشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لكن ما هو الأفضل هل الأفضل أن يصوم إذا أو أن يفطر نقول أفضل أن يصوم لماذا أولا لإدراك لأنه أبرأ للذمة أبرأ للذمة أن تأتي بالصوم في وقته ثم إدراك فضيلة الشهر أن تصوم رمضان في شهر رمضان ثم أن الأداء أسهل وآهو على المكلف من القضاء وفضاء الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر كما في حديث أبي الدرداء عند الإمام مسلم لكن هل يجوز له أن يفطر نقول نعم يجوز له أن يفطر أما إذا شق عليه الصوم فإنه لا يجوز له أن يصوم إذا كان في الصوم وشق عليه في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القوم الذين صاموا في سفر مع وجود المشق قال أولئك العصا أولئك العصا وقال ليس من البر الصوم في السفر الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل لكن انتهى وقت البرنامج ترككم في رعاية الله مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة